الزلزال الذي ضرب الشمال السوري ضعف معاناة العراقيين المهجرين من بلدهم منذ سنوات طويلة في منطقتين سلقين وأريحة بمحافظة إدلب حيث باتوا ينشدون خيمة تسترهم ولقمة تسد جوعهم في هذه المساحة الجغرافية التي تشكو منذ سنوات طويلة ظروفا معيشية صعبة بعد الزلزال العوائل نزحت من بيوتها المتضررة نزلت إلى الخيم حالتهم صعبة ومساوية جدا يعني أراضيهم منتهية لا كل طين واحد كل هذه الأمور محتاجين نحن أحد يقف هذه الأمور يساعد العراقيين يساعد هذه الناس الأرامل والإيتام عايشين حالنا حالي سوريين وعايشين على المنظمات مرات ينطولنا ومرات ما ينطولنا أريدنا مرجعية أنه نحن نتصل بها بالعراق ما عده وانت تروح بعدها بالأخير تقريبا شبه أنه جاتنا معلومات أنه أكو مكتب مع الهيئة علماء المسلمين موجود بأدلب واتصلنا بهم وبرك الله بكم العائلات العراقية المهجرة المتضررة من الزلزال لم لمت بعض جراحها بتأمين الخيام بجهودها وإمكانياتها المالية المتواضعة لكنها بحاجة للكثير من الدعم لتجاوز مأساة الزلزال المدمر بعد الزلزال والله العظيم تأذينا يعني عوائلنا قامت خاف من الزلزال والحقيقة يعني الهزات هذه الارتدادية حير خوفة العوائل فذلك احنا قمنا يعني بيوا يعني مخيم مشترين خيام على حساننا الخاص وجبنا خيام ونصبناها ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير وعقنا عوائلان عندي 12 نفر يعني يعني عندي عائلة كبيرة جدا وامطار وشوفوا يعني عواصف والله العظيم تأذينا والحمد الله على كل حال سبع سنين وانهيئني جيترد أطلع على الشسم وشفت صار هل عبطوا هالشي ونهزمت بالجهالي وما عندي أحد الكبار واللي راحوا بهذه وظليت أنا أنا لدينا خيمتين ونحن 13 شفت ردنا مطبخ قالوا لي تريدون تنطونا خيمة خلف الله عليكم إيه؟ ما تنطوناها خلف الله عليكم والله لو أقعد مثل قرني الله يجيب أنا أمت الله بس الله يستر عليها ستر أريد العائلات المهجرة ناشدت السلطات الحكومية في العراق التي تتجاهل مأساتهم بتقديم الدعم لها على الأقل بأساسيات الحياة معاناتنا هذه قبل الزلزال وليس بعد الزلزال قبل الزلزال معاناتنا يعني فنرجو منكم يعني من الحكومة العراقية أن تهتم بنا لأننا نحن من منسيين الصراحة يعني شبه من منسيين يعني وتأمل العائلات المهجرة المنسية هذه أن تمنح الصبر والقوة على مواجهة ما تقاسه من ظروف صعبة وأن تسمع أصوات مناشداتها ترجمة نانسي قنقر شكرا